وحساباتنا ما تكونش حسابات بشرية أنا هعمل كذا ثم كذا ثم كذا وهعملت دي عشان أنجح أو أعمل أوصل لحاجة معينة جميل أنك تشتغل الله لا يعمل في الكسالة لكن جميل أيضا وأولا وانت بتشتغل تحط المسيح قدامك وهو يقود فكرك وقلبك ومشاعرك وأحاسيسك حتى أحلامك بالليل وتشعر أنك أنت في إيد ربنا أبي وأمي قد تركاني والرب ما بينسنيش كان بيصرخ المرتل أن أقرب من لي بابا وممته ما عملهوش حاجة لكن الرب نوري وخلاصي ممن أخاف إلى أخره يعني حتى في صلوات باكر المزامير المختراهة الكنيسة أنها تدي روح القوة مابتديش النهار خايف وألآن ومضطرب ومش عارف رايح فين ويا ترى اليوم يتعرضي بي إزاي اليوم بتاعي هو اليوم بتاعك أنت يا رب وأنت القائد لحياتي وأنت اللي بتدبر الأمور في وحوالي وأنت اللي تشرخ بنورك علي فعيش فرحان ومتهلل يوم وراء يوم وفي كل يوم أحس من أول ما أبتدي من الفجر إذا صحيت الفجر وأبتدي أصلي أقول أجمل يوم في حياتي لأن هذا اليوم أنا في حضن ربنا في يشوع يدفعنا جميعا أن نحن ننتقل على ربنا اللي هو بيقول له أنت مين أنا رئيس جند الرب أنت داخل على معارك كتيرة لو قاررنا شعب بني إسرائيل قبل عبورهم الأردن وبعد عبورهم الأردن فرق شاسع قبل عبور الأردن الشعب قاعد 40 سنة في البرية لا يسأل الماء تيجي من فين ولا الأكل من فين ولا الراحة من فين ولا الناس اللي حوالينا حياملونا إيه يعني حياة صحيح في خيام منهمش أماكن يستقروا فيها عينيهم على العبور إلى أرض الموعد لكن الحقيقة أن ربنا كان إيه مضلل عليهم مثل سحابة في النهار ومثل إيه عمود نور يشرق بالليل عشان لما يمشوا يعرفوا الطريق إلى آخر طيب إزاي أنا أكمل ده السؤال اللي كتير يسألوه إزاي أكمل أيامي وأنا سعيد وشاعر إن السماء مش بعيدة عني وأن أنا بدوق عربون السماء في حياتي هذا الأمر يتطلب مننا الإيمان الحي والإيمان العامل وأن أنا إنسان الله وربنا بيشتغل في العاملين وهو اللي بديهم روح القوة وهو اللي بديهم روح الإرشاد وهو يشبع كل احتياجاتهم دي نقطة الأولى الحاجة الثانية لما بدأ استلم بقى وحبتده قبل ما يتحركوا قالوا قبل ما يتحركوا كلهم الزكور عشان كانوا في البرية لم يختتنوا فلازم يختتنوا والكتاب يقول عن هذا الختان يسميه الختان الثاني الختان الثاني إيه الختان الأول وإيه الختان الثاني الختان الأول ادهرب بنا لإبراهيم وقال له كل طفل زكر يتولد في اليوم الثامن يختتن يبدأ ابني وإذا ما تختنش يبقى أنتوا حرمتوا إن يكونوا عدوا في جسد في شعب الله فكان الختان بالنسبة لهم حياة أو موت الختان الثاني اللي عمله في أيام يشوع قبل ما يبتدي التحرك إلى أرض الموعد بيسمى كثير من الإعباء علقوا على كلمة الثاني الختان الأول ختان جسدي ففي الختان الجسدي بيأخذ جزء من الجسم اللي هوش لازمة بيترمي وده إشارة أن الإنسان يرمي كل شهوات العالم وكل يعني حتى شهوات الجسد الخاطئة تتشال ويصير الإنسان في أمان لأنه في علامة موجودة في جسمه الزكر يعني فهو متمتع بالختان لما جز سيد المسيح إدى الختان الثاني الختان الروحي اللي فيه بنحمل الروح القدس وبنتمتع بالبنوة لله وبنتمتع في شركة مع ربنا ونشهر أن أحنا طبعاً بعد كده ما صلب وقبر أو مات وقبر وقام أعطانا أن أحنا نقوم معه من أجمل الآيات الواحد بيحبها معلمنا بولس الرسول لما اختبر عمل نعمة ربنا فيه واختبر الختان الثاني ختان الروح للجسد فقال إيه يقول أجلسني في السماوات أتمتع بآلام المسيح شركة آلامه وقوة قيامته هو طبعاً بيبتدي بالقيامة وقوة قيامته وشركة آلامه وأجلسني معه في السماويات أفسوس الأصحاح السادس فأنا كإنسان اتمتعت بالمعمودية بالختان الثاني والمعمودية بالنسبة لي مش روتين لا ده أنا تعمت بعمل الروح القدس اللي خلاها يقود حياتي وفي الميرون يسكن الرب فيه وأسمع الصوت الإلهي يقول ملكوت الله داخلكم